أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول ما حكم الصور المخبأة في الأدراج وغير ظاهرة وهل تمنع من دخول الملائفة للبيت؟ نعم إذا كان محتفظا بها لذكريات فلا تجوز أما إذا كان الصور الضرورية مثل صورة البطاقة الشخصية أو رخصة القيادة هذه للضرورة لا بس تخذها للضرورة أما الصور التي تتخذ لغير الضرورة بل للذكريات أو للفنون كما يقولون أو غير ذلك هذه محرمة لا تجوز نعم سواء كانت في الأدراج أو غير الأدراج نعم